اشتركوا في القناة إنه ولي ذلك والقدر عليه نعقد إن شاء الله لقاءات في قراءة المتون العلمية ونبدوها بالمتون النحوية واليوم إن شاء الله نبدأ في قراءة مثن الأجرومية مثن المقدمة الأجرومية لأبي عبد الله محمد بن أجروم رحمه الله المتوفى سنة 723 للهجرة ونعلم أن علم النحو من العلوم المهمة لأنه من علوم الأدوات التي ينبغي على طالب العلم أن يحصلها وخاصة المتصدر للعلوم الإسلامية فهذا العلم هو الباب والمدخل لهذه العلوم ففاقد علم النحو لا يتقن علم الحديث فاقد علم النحو لا يتقن علم الفقه فاقد علم النحو لا يتقن علم التفسير فهو من العلوم المهمة ومن علوم الأدوات التي ينبغي تحصلها هو كالأداف التي بها تستطيع أن تحصل بقية العلوم الإسلامي فنعقد إن شاء الله حلقات في قراءة المتون النحوية ونبدأ اليوم بقراءة مدن الأجرومية لأبي عبد الله محمد بن أجروم رحمه الله وبعد إتقان قراءتها إن شاء الله سنعقد رفاءات أيضا في شرح المقدمة الأجرومية ومحاولة تفسيرها بإذن الله ونبدأ بباب الكلام قال أبو عبد الله محمد بن أجروم رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع وأقتامه الثلاثة إثم وفعل وحرف جاء لمعنى فالإثم يعرف بالخصض والتنوين ودخول الألث واللاث وحروف الخصض وهي من وإلى وعن وعلى وفي وربا والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأميس الساكنة والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل قال باب الإعراب الإعراب هو تغيير أواخر الكلم اختلاف العوامر الداخلة عليها لفظا أو تقديرا وأقتامه أربعة رفع ونصب وخصض وجذم فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخصض ولا جذم فيها وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجذم ولا خصض فيها قال باب معرفة علامات الإعراب للرفع أربع علامات الضمة والواو والألف والنون فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضع في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذمان وأما الألف فتكون علامة للرفع في تسمية الأسماء خاصة وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تسمية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة وللنصب خمس علامات الفتحة والألف والكثرة والياء وحذف النون فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بيأخيره شيء وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت ألاك وأخاك وما أشبه ذلك وأما الكثرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم وأما الياء فتكون علامة للنصب في تسمية والجمع وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون وللخفض ثلاث علامات الكثرة والياء والفتحة فأما الكثرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع في الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وفي جمع المؤنث السالم وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع في الأسماء الخمسة وفي التسمية والجمع وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الإثم الذي لا ينصرف وللجزم علامتان السكون والحذف فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون قال ابن أجروم رحمه الله فصل المعربات قسمان قسم يعرض بالحركات وقسم يعرض بالحروف فالذي يعرض بالحركات أربعة أنواع الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكثرة وتجزم بالسكون وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء جمع المؤنث السالم ينصب بالكثرة والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره والذي يعرض بالحروف أربعة أنواع التثنية وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين فأما التثنية فترفع بالأرف وتنصب وتخفض بالياء وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواوي وتنصب بالأرف وتخفض بالياء وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها قال باب الأفعال الأفعال ثلاثة ماض ومضارع وأمر نحو ضرب ويضرب وضرب فالماضي مفتوح الآخر أبدا والأمر مجزوم أبدا والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم فالنواطب عشرة وهي أن ولن وإذن وكي ولام كي ولام الجحود والجواب بالفاء والواوي وأو والجازم ثمانية عشر وهي لم ولما وألم وألم ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن وما ومن ومهما وإذما وأي ومتى وأيان وأين وأنا وحيثما وكيثما وإذا في الشعر خاصة باب مرفوعات الأسماء المرفوعات سبعة وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله والمتدأ وخبره واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها والتابع للمرفوع وهو أربعة أشياء النعث والعطف والتوكيد والبدل قال باب الفاعل الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله وهو على قسمين ظاهر ومغمر فالظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد وقام الزيدان ويقوم الزيدان وقام الزيدون ويقوم الزيدون وقام الرجال ويقوم الرجال وقامت هند وتقوم هند وقامت الهندان وتقوم الهندان وقامت الهندات وتقوم الهندات وقامت الهنوت وتقوم الهنوت وقام أخوك ويقوم أخوك وقام غلامي ويقوم غلامي وما أشبه ذلك والمضمر إثنى عشر نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربتي وضربتما وضربتم وضربتنا وضرب وضربت وضربا وضربوا وضربنا قال باب المفعول الذي لم يسمى فاعله وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكثر ما قبل آخره وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره وهو على قسمين ظاهر ومضمر فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمر ويكرم عمر والمضمر إثنى عشرة نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربتنا وضربتنا وضربت وضربت وضربا وضربنا قال ابن أجروم رحمه الله باب المبتدأ والخبر المبتدأ هو الاسم المرفوع العالي عن العوامل اللفظية والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه نحو قولك زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون والمبتدأ قسمان ظاهر ومضمر فالظاهر ما تقدم ذكره والمضمر إثنى عشرة وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك والخبر طتمان مفرد وغير مفرد فالمفرد نحو زيد قائم وغير المفرد أربعة أشياء الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله والمبتدأ مع خبره نحو قولك زيد في الدار وزيد عندك وزيد قام أبوه وزيد جاريته ذاهرة قال باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر وهي ثلاثة أشياء كان وأخواتها وإن وأخواتها وظننت وأخواتها قال فأما كان وأخواتها فإنها ترفع لثم وتنصب الخبر وهي كان وأمثى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال ومن فك وما فتئ وما برح وما دام وما تطرف منها نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح تقول كان زيد قائما وليس عمر شاخصا وما أشبه ذلك وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الإثماء وترفع الخبر وهي إن وأنا ولكن وكأن وليت ولعل تقول إن زيدا قائم وليس عمر شاخصا وما أشبه ذلك ومعنى إن وأنا للتوكيد ولكن للاستدراك وكأن للتشبيه وليت للتمني ولعل للترجي والتوقع وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها وهي ظننت وحتدت وخلت وذعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت تقول ظننت زيدا منطلقا وخلت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك قال باب النعث النعث تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره تقول قام زيد العاقل ورأيت زيدا العاقل ومررت بزيد العاقل والمعرفة خمسة أشياء الاسم المضمر نحو أنا وأنت والاسم العالم نحو زيد ومكة والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء والاسم الذي فيه الألف واللاف نحو الرجل والغلام وما أوضيف إلى واحد من هذه الأربعة والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليها نحو الرجل والفرس قال باب العطف وحروف العطف عشرة وهي الواه والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع فإن عطفت على مرفوع عفعت أو على منصوب نصبت أو على مخفوض خفضت أو على مجزوم جزمت تقول قام زيد وعمر ورأيت زيدا وعمرا ومررت بزيد وعمر وزيد لم يقم ولم يقعد قال باب التوكيد التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه ويكون بألفاظ معلومة وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع وهي أكتع وأبتع وأقصع تقول قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم ومررت بالقوم أجمعين قال باب البدل إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه وهو على أربعة أقسام بدل الشيء من الشيء وبدل البعض من البعض وبدل الاجتمال وبدل الغلط نحو قولك قام زيد أخوك وأكلت الرغيف ثلثه ونفعني زيد علمه ورأيت زيدا الفرس أردت أن تقول رأيت الفرس فغرضت فأبدلت زيدا منه قال باب منصوبات الأسماء المنصوبات خمسة عشر وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى والسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب وهو أربعة أشياء النعة والعصف والتوكيد والبدل قال باب المفعول به وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل نحو قولك ضربت زيدا وركبت الحرفا وهو قسمان ظاهر ومضمر فالظاهر ما تقدم ذكره والمضمر قسمان متصل ومنفصل فالمتصل إثنى عشر وهي ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكنا وضربه وضربها والمنفصل إثنى عشر وهي إيايا وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكنا وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن باب المصدر المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل نحو ضرب يضرب ضربا وهو قسمان لفظي ومعنوي فإن وافق لفظه لفظ فعليه فهو لفظي نحو قتلته قتلا وإن وافق معنى فعليه دون لفظه فهو معنوي نحو جلست قعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك قال باب ظرف الزمان وظرف المكان ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحر وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحين وما أشبه ذلك وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحف وعند ومع وإزاء وحذاء وسلقاء وسما وهنا وما أشبه ذلك قال رحمه الله باب الحال الحال هو الاسم المنصوب المفسر لننبه ما من الهيئات نحو قولك جاء زيد راكبا وركبت السرث مثرجا ولطيف عبد الله راكبا وما أشبه ذلك ولا يكون الحال إلا نكرة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام ولا يكون صاحبها إلا معرفة باب التمييز التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن باها ما من الذواء نحو قولك تصبب زيد عرقا وتثقأ بكر شحما وطاب محمد نفسا واشتريت عشرين غلاما وملأت تسعين نعجة وزيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها ولا يكون إلا نكرة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام باب الاستثناء وحروف الاستثناء ثمانية وهي إلا وغير وسواء وسواء وخلا وعدى وحاشى فالمستثنى بإلا ينطب إذا كان الكلام تاما موجبا نحو قام القوم إلا زيدا وخرج الناس إلا عمرا وإن كان الكلام منسيا تاما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء نحو ما قام القوم إلا زيدا وإلا زيدا وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل نحو ما قام إلا زيد وما ضربت إلا زيدا وما مررت إلا بزيد والمستثنى بغير وسواء وسواء مجرور لغير والمستثنى بخلا وعدى وحاشى يجوز نصبه وجره نحو قام القوم خل زيدا وزيد وعدى عمرا وعمر وحاشى بكرا وبكر قال رحمه الله باب لا اعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين إذا باشرت النكرة ولم تتكرر لا نحو لا رجل في الدار فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب تكرار لا نحو لا في الدار رجل ولا امرأة فإن تكررت لا جاز إغمالها وإلغاءها فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة باب المنادة المنادة خمسة أنواع المفرد العلم والنكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة والمضاف والشبيه بالمضاف فأما المفرد العالم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين نحو يا زيد ويا رجل والثلاثة الباقية منصوبة لا غير قال باب المفعول لأجله وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل نحو قولك قام زيد إجلالا لعمر وقصدتك ابتغاء معروفك قال باب المفعول معه وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا من فعل معه الفعل نحو قولك جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبتات وأما قبر كان وأخوتها وأسم إن وأخوتها فقد تقدم ذكرهما في المرضوعات وكذلك التوابع فقد تقدمت هناك قال باب المخفوضات من الأسماء المخفوضات ثلاثة أنواع مخفوض بالحرف ومخفوض بالإضافة وتابع للمخفوض فأما المخفوض بالحرف فهو ما يختص بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكات واللام وبحروف القسم وهي الواو والباء والتاء وبواو رب وبمن ومنذر وأما ما يخفض بالإضافة فنحو قولك غلام زيد وهو على قتمين ما يقدر باللام وما يقدر بمن فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد والذي يقدر بمن نحو ثوب خذ وباب ثاج وخاتم حديد وهنا نكون قد انتهينا من قراءة متن الأجرومية لأبي عبد الله محمد ابن أجروم رحمه الله المتوفى سنة سبعمائة وثلاثة وعشرين للهجرة وننصي أحبابنا الطلاب بالاستماع لهذه التسجيلات وقراءة متن الأجرومية قراءة صحيحة وإن شاء الله سنحاول أن نشرحها ثويا ليستخيد لها كل الطلاب وكما قلنا فارقا هي الباب أو المدخل لعلم النحو لأن صاحبها سماها المقدمة الأجرومية فهي مقدمة للدخول إلى هذا العلم الواسع الكبير علم النحو الذي لا يستغن عنه كل متصدر لدراسة العلوم الإسلامية فهو من علوم الأدوات التي ينبغي على طالب العلم تحصيلها نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع وأن يجمعنا بالنبي الأمين صلى الله عليه وسلم وأن يسقينا من يده شربة هنيئة لا نظم بعدها أبدا إنه ولي ذلك والقجع عليه وترقبوا إن شاء الله حلقات شرش الأجرومية بإذن الله أسأل الله جبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا